بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة جريد فور تعالوا نكمل كلامنا ونعرف في درس جديد في منهج الاي سي تي نتكلم عن حاجة مهمة قوي وابليكيشن حقيقي لذيذ خاص بس ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا سبسكرايب بقى للقناة وفعلوا زر الجرس لايك وشير وكمنت على الفيديو وانضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبير وكمان التليجرام كل اللينكات دي حتلاقوها في الديسكريبشن بوكس سندوق الوصف كحت الفيديو يلا نتدأ سوا الليسون القابل الأخير في منهج الاي سي تي الليسون سبا في الليسون النهاردة هنتكلم بقى عن الجرافيك ارت يعني احنا بقلنا تو فيديوز كده بنتكلم عن حدودة الالجوريزم وازاي بنستفيد منها وكلمة كودينج اللي اتفقنا ان هي كذا الالجوريزم ورا بعده يعمل لي بروجرام والميز نعملها بويب سايت اسمه كود دوت اورج الكلام ده كله كان لذيذ خالص وفهمناه في التو لسونز اللي فيده لسون النهاردة بقى حيعنلمك ازاي تقدر تعمل دروينج بتاعتك ترسم رسمة كده او حتى تعمل ادت على الامج بتاعتك على الكمبيوتر ده فيه أبليكيشن مهم قوي وهو البوبيلر جرافيك ادتر اسمه مايكروسوفت برضو خلي بالك احنا كان مايكروسوفت وورد ومايكروسوفت باوربوينت وادي المايكروسوفت اكسل ومادي مايكروسوفت باينت كمان وده اشهر واحد في الادت انه هو يعمل ادت على البيكتر اللي عندك قالك بص يا سيدي في الاول كده تو اوبن الفايل بتاعك كليك على الاكسيسوريز في الستارتاب ميني وبعد كده فايند كلمة بينت وكليك عليها ادي الستارتاب مينيو وادي حكتب هنا كلمة بينت وادي تلعلي اهو طيب وبعدين قالك بص الحتة اللي فوق دي شبه الورد وشبه الاكسل وشبه الباوربوينت او الحتة اللي فوق دي كله مشبه بعض حلاقي كده مينيو بار وتول بار عندي ادي البيتسل مثلا لو انا عايزة اكتب اهو هكتب حاجة كده اهو طب عايزة اتخن الخط شوية اهو برضو اقدر طيب عايزة اغير الكالر بتاعي اهو برضو الدنيا تمام خالص طب لو انا يميس عايزة اكتب تيكست حاجي هنا على التيكست واقف كده على التيكست واكتب اللي انا عايزة هكتب مثلا جريد فور ايدي التيكست اللي انا كتبته اهو طب يا ميس انا عايزة اعمل اريزة للحتة دي همسح الحتة دي كده انا كتبت الرسمة دي انا مش عايزة القط دهن اهو ايدي الاريزر بتاعتك اهي امسح اهو همسح كده اهو زي الاستيكا بتاعتك بالظبط ما بتستغضي يا ميس طب انا عايزة ارسم straight line او curved line عايزة ياسي دي straight line اهو عايزة يا ميس ارفعه شوية اهو نجيبي straight line رو فيع شوية طب انا مش عايزة straight انا عايزة curved اهو كده وايدي حمسكه من النص كده وخليه curve اهو curve بالطريقة اللي انا عايزة طيب دي سهلة اول حدوتة اهي بص بص curve ازاي وغيره اللي انا عايزة اشيله من هنا وحطه في الحتة الفاضية دي مسا طيب عايزة اكبر الصورة انا عايزة اشوف الحاجات دي انا مش شايفة الكلمة اللي مكتوبة دي ايه اهو حاجي هنا على الماجنيفير اهي كبرني اذا مش شايفة برضو اهي كبرت خالص اهي كده الحد دلوقتي الدنيا تمام طيب يا ميس انا عايزة اعمل اه اه spray icon او عايزة ماسكه اني ماسكه فورشة بالزبط او عايزة اغير background كل دي ينفع كل دي ينفع اهيدي اهو حاجي هنا وغير background بتاعتي انا عايزة اخلي الخلفية اهي اللون purple ده اهو طب ودي كمان يا ميس اه ودي كمان يا ميس طيب قلتلي يا ميس ممكن كمان نقطع حتة من الامج دي وبقى هيا دي بس اللي انا عايزاها او انا اكتشفت ان انا مش عايزة الكلام ده كل انا عايزة دي بس اهي انا حياة اخد دي اهي ودتها الناحية دي اهي الحتة دي بقت فاضية تمام طب ممكن ارسم كإني برسم بفرشة اهو هرسم بفرشة اهي كالر تاني عشان يبان اهو بص كإنك ماسك فرشة بالزبط طيب ممكن يا ميس اعمل بوردر للحدوتة دي اعمل زي برواز كده للموضوع ده اه ممكن نعمل كده برضو طيب دي موضوع سهل اهو يا ميس طيب يعني قدرنا نعمل كل حاجة اهو اخد دي على انها امج زي ما اتفقنا اهي شلتها تاني وحطتها في المكان تالت اهو الموضوع بقى متغير خالص طيب الحدوتة الحد كده زي الفل تمام يا ميس طيب فردنا بقى ان انا عندي امج وعايزة اعمل عليها ادت يعني ايه يعني انسى الكلام اللي عملنا ده خالص طيب يا ميس يا جيعة الجنب كده انا مش عاجباني اهو بص اهي شلناها وحطناها هن عايزة الون بقى السمكة دي باللون الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طيب حلوة قوي لا يا ميس انا عايزة ابين اللي عندها الزعنفة اللي عندها دي بلون اليال طيب يا ميس انا مش عايزة الالجيا دي تبقى ثلاثة كده انا عايزة اتنين بس خلاص نمسح واحدة يعني نمسح واحدة خالص اه مسحنا مش موجودة الواحدة اي ما بقتش موجودة طيب قدرنا نعمل edit ممكن كالعادة برضو نعمل insert للتكست انا عايزة اكتب هنا حاجة مسحنا عايزة اكتب ان ده اسموهم فش وادي اغير الكلر بتاعها علشان يبين ممكن اغير الفونت بتاعها كمان طيب يا ميس نكبرها شوية اهي كبرناها كتير اهي مش شوية بس طيب طلع الموضوع سهل خالص قالك انت مش بس تقدر تعمل الكلام ده في البين ده انت ممكن بالورد عندك حاجات تساعدك في الحدوتة دي ازاي ميس اي دي يا سي دي الورد بتاعك اهو لو جيت على المينيو اللي اسمها insert اي دي insert اهو حتلاقي عندك حاجات من دي حتلاقي عندك shape يعني عايزة insert shape شكله عامل كده وغيره بقى زي ما انا عايزة لا ده انا عايزة كده لا لا كده شكله احلى لا طب انا بحب اللون يبقى اغمى من كده طب انا عايزة لي border انا عايزة اللون من جوه كده green لا لا بص بص انا عايزة يبقى شكله كده واقف كده 3D اهو قدرنا نعمل كل حيك نقدر كمان نختار 3D models يعني لو جيت هنا هتلاقي يقول لك 3D model تاخد model 3D زي الاموجي مثل اهي انا هختار الاموجي ده مثل اهو واعمله insert في الورد بتاعي اهو عايزة تغير شكله عايزة تخليه بصص الناحية التانية اهو اهو انا بقدر اتحكم فيه زي ما انا عايزة اعمله اهو 3D model طيب سهلة الحدودة دي طيب يا ميس انا عايزة دلوقتي اعمل insert الايكون يعني حاجي هنا اهو ايدي insert icon اهو الايكون بتاعتي بتاعت البنت ما انا عايزة اختار دي اهو ايدي يا سيدي الايكون بتاعتي اهي سهلة الموضوع اهو طلعتها كبرتها صغرتها انا حر طيب اقدر كمان ادخل ال smart art ها دي smart art زي الشارت كده اللي هي حاجات حاجة توصلني الحاجة توصلني الحاجة زي الاست مثلا او زي السايكل اهي دي تديني دي تديني دي اهو هاختر واحدة من دي مثلا عايزة اكتب هنا مسلا ده فور وبعد كده فور تديني هنا فايف او سيكس مثلا وهكذا طب مش عاجبني الالوان كده طيب تمام طب كده طب كده لا لا ده انا عايزة اغير شكلهم اصلا نخليهم كده ولا نخليهم كده وهكذا شفت الموضوع سهل ازاي تعالوا بقى نشوف الحدوتة دي مكتوبة عندنا في كتابنا ازاي زي ما اتفقنا جبنا من اه المينيو بار اختارنا كلمة وبدينا نعمل ايدت وعندي ايدت للكالر عندي ايدت للامج قدر تعمل كل الحاجات دي من التول بوكس في كل التولز اللي حنشوفها دلوقتي كان عندي حاجة كده شبه الجردل اللي بيتدلق وده اللي كان بيعمل فل للكالر بتاعنا علامة التي او ساعتني لقيها علامة الايه ده لو انا عايزة اعمل تكست اريز لو عايزة اعمل اريز create a line اعمل line او حتى curve او curve line اللي اتنين مع بعض كتبت بالpencil قربت الامج علشان اشوفها بlarge size select area of photo اخترت حتة من الفوتو وتفرجت عليه عملت border عملت ellipses عملت spray icon او لونت بفرشة عملت كل الحاجات دي كمان زي ما اتفقنا قدرت اعمل ايدت على فوتو كانت موجودة ان انا ملتها بالالوان اللي انا عايزاها واخترت area من الفوتو علشان اعمل فيها dropping by cropping ان انا قصيت منها حتة دي حطيت text كمان للفوتو لما كتبنا فش مثلا وclick على bottom corner عملنا كمان drag للمouse to right لما احتجت enough white space وسعنا الحتة لما كانت صغنونا كده وسعناها شوية وبقت كبيرة خالص عشان اتكبر الورقة البيضة اللي بكتب عليها دي قدرنا نعمل cut و paste للtext لو انا عايز اعملها اخد الحتة دي واشيلها وحطها في حتة تاني قدرنا كمان نغير size ونغير direction بتاع الفوتو وزي ما اتفقنا عندي الورد كمان مقدم لي الحدوتة دي ان انا اعمل شوية شوفنا في الورد ايه شوفنا في insert menu part بتاعة الورد shape ان انا اعمل insert shape او 3d models او icon او حتى smart art تعالوا نجرب كده نحل يقول لي المايكروسوفت paint ده top screen like الورد او ايه كمان يمس اكيد مش الموبايل جيمينج ولا الجوجل ماب ده زي وزي الاكتل وزي الورد زي ما اتفقنا كتب الورد فضل الاكسل طيب تعالوا بقى نجرب نحل على الليسم كله بيزقل يا سيدي ويقول لي ال popular graphic editor كان اسمه ايه ده هو الليسم كله بيتكلم عنه المايكروسوفت paint طيب you can find microsoft paint فين جبناه مني لو تفتكروا ما كانش على ال desktop كان في ال startup menu جبناه من تحت من هنا كده طيب تمامي you can find the menu option insert menu part في الورد زي ايه عملنا ايه في الورد عملنا انسرت للشيب وايكون وال3d models كل الحاجات دي قدرنا نعمل لها انسرت طيب وال true false بقى بيقول لي المايكروسوفت وورد ده ما فيهوش graphic tool قولوا لا 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 ما حصلش ده كان فيه ده احنا جربنا ولعبنا بيه عايب السمارت not art ده not graphic tool available in all لا طبعا ده graphic tool وكان موجود كمان في الورد طيب على التوب بتاع ال screen from the paint شبه الورد وشبه ال excel والله السؤال ده لسه جاي لنا من شوية في ال choose وقلنا ان الحتة اللي فوق كده من ال paint شبه بالضبط ال الورد وشبه ال excel في السنتنس دي true بكده حبيبي يكون خلص lesson 7 اتمنى يكون بقى اسهل وابس ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق شكرا شكرا